طيب لما بيحصل مشكلة في العلاقات الاجتماعية وبتأثر بشكل أو بآخر على الحالة النفسية للبني آدم أو أنه حسس أنه هو في حالة غير مستقرة نفسيا نتيجة خلل اجتماعي إزاي ده ممكن يؤثر على حياته العملية وإزاي يخرج من الدايرة دي بسي كنت الزبال فات بشوف حالة دكتور هو يعني في الستينات بيروح شغله وعنده عياته بيخرح يصليه في الجامع وبيقابل صحابه وأهله بس لظرف أن زوجته توفت من فترة فهو بقعت في البيت لوحده لما تعب مثلا شهر كده وبطل ينزل عياته بعد شوية بطل يرد على التليفون فتصل بحد من ولاده وقال له أنا تعبين لما راح شافه لقى إهمال في كل حاجة ده خص البني آدم يعني اهتمامه الشخص بذاته أنه هينزل يحلق هيغير هدومه بياكل إيه بينام إمتى البيت اللي هو عايش فيه فيه اهتمام به ولا لأ لما بتنعزل اجتماعيا أنت مش بتنعزلي أنك تقابلي الناس أنت بتنعزلي أنك تعيشي زي الناس يعني أنا عشان أخرج النهاردة هحتاج أهتم بمظهري علشان أقعد معاكي هحتاج أرتب إحنا هنتكلم في إيه هيبقى فيه اطلاع قبل كده على اللي احنا بنعمله علشان أقضي وقت بره البيت أنا هجاهز مثلا عربية سواقي والديني هقعد في البيت هجاهز حاجتي اللي تريحني لما بنعزل أنا بنفصل عن المجتمع طيب دكتورة زمان كان عندنا جار راجل هادي جدا وكان سحاله وكان على قد صباح الخير ومساء الخير بس ما بيتكلمش في مدخل عمارة ما بيتكلمش وانت طالب فكلنا كنا واخدين عنه انطباع أنه هو شخص مش بشوش مش بيتكلم مش اجتماعي زينا لكن بيحصل موقف بعد كده وبنكتشف أن راجل ده راجل محترم جدا وجميل جدا ومتعاون جدا نتيجة الموقف هل هو يعني بيبقى قاصد مثلا أنه يعمل حاجة زي دي هل هو كان بيحط حدود مثلا بينه بين الجران هو غالبا برضو ما بيرتحش في التعامل الابتماعي لما احتجته لقيته وستقيف موقف محدد جدا بعد كده يرجع للأفلة اللي هو أقفلها على نفسه عنده قناعات شخصية الاختلاط بالناس ممكن يعمل مشاكل لو الناس عارفت عني حاجة ممكن تستغلني ممكن يطلبوا مني حاجات زيادة عن طاقتي خليني أبدا عن كل ده أن أنا مرتاح لوحدي لكن لو أنت مثلا حد تعبان من جران وخبط عليها ينزل ويروح معه مستشفى ويساعده ويخدمه كده بس دي هتبقى ظرف مؤقت لكن مش ده الطبيعي بتاعه وفرافر الناس دي ها فكرة صعبة في التعامل معي أنت خيل زوجته بتعمل إيه لو هو كل يوم دخل أفل على نفسه باب القوضة لو حاس أن فيه مشاكل في البيت بس تتصرفي أنت لحد ما تطلبي مني أن أنا تدخل ساعتها تكتشف أن هنا فيه راجل ممكن يعمل حاجة طب هل إحنا لنا طريقة لتعديل السلوك؟ يعني لو حد يعاني من المشكلة دي إزاي يقدر يتغلب عليها ويرجع تاني بشكل إيجابي ومتفاع أنت بتحاولي تشد للطرف ده أنه يبقى طبيعي لأنه فيه واجبات اجتماعية لازم نعملها ما ينفعش من أعملهاش يعني ما ينفعش مثلا حركت الوحي عزة أو فرح لوحدك ليه؟ وهنا لازم يبقى معيك ما ينفعش مثلا يبقى ابنك تعبان وانتي تنزيل للدكتور وهو أصلا قاعد مستني تبقى تبلغي الطميني بالتليفون ليه؟ ما ينفعش مثلا يوم عيد ميلادي ما لقش سحابي حولي لأ يعني حتى لو أنا شخص ما بحبش الاختلاط ما بارتحش فيه بس لازم أعرف أن فيه حد أدنى من التعامل اللي يخلي حياتنا ميسرة أن واجبات عليها لازم أعملها ده بيخليك إلى حد ما قريبة من الطبيعي يعني مش لازم تبقي دي تبقى من الاحتياجات الأساسية للإنسان طبعا طبعا مهمة جدا لأنك مش تعرف يتأدي وظيفك بدون ما تتعاملي مع الطرف الثاني أنت محتاجة الناس صحيح محتاجاهم يشاركوك ويشتغلوا معاك وتتعلمي منهم ويقفوا جنبك مش هتلاقيهم طول ما هم ما يعرفوش عنك حاجة يعني الكيس اللي بيحكيها لو الراجل ده عيان احنا هنعرف منين صح لو مثلا حاجة بازت في شاقته هيجيب حد ازاي يسلحاله فهو فيه وقت من الأوقات محتاج يقولك وانتو بتصبحوا على بعض الصبح لنبارح مثلا كالأسانسير عطلان هنعمل في ايه لكن هو ممكن يبقى الأسانسير عطلان بقى له شهر وهو سيبكو تتصرف وهو طالع نزل على السلم اشتركوا في القناة